السلام عليكم. نتمنى تكونوا بألف خير. مرحبا بكم في قناتي و قناتكم كويزين ماهو. اذا قلم رأيك تدروا قناة نتمنى اشتركوا و تفرجوا رأس بقوة و تصلوا دائما بكل جديد الفيديو هذي لي. اليوم ان شاء الله نحضر معكم فقص حلو صغير. عميني فقص لي كي يجي مقرمش و رائع بزاف. نتمنى ان الاعجاب ديلكم. خليكم مع المكونات و طريقة تحذير. نضيف جوج دي البيضات. اذا كان لديكم بيضات كبارين فقط عمله جوج. كان لديكم بيضات صغارين عمله ثلاثة. نعمل كيز ديال سكر فانيلا. كأس ديال سكر خاشين او حبيبات. اي ما يعادل مية وخمسين جرام ديال السكر. و نخلطهم بالضرب اليداوي. و نضيف كأس الاربع ديال زيت ناباتية. و نكمل بالخلط بالضرب. بهذا الشكل. و نضيف كأس ديال الحليب. و نخلط بهذا الشكل هذا حتى ينسجموا للمكونات. نضيف ربع كأس ديال ماء الزهر. و نضيف ملعقة كبيرة ديال النافع. يعني ما عندي شي مطحون فقط نحكو باليد ديالي بهذا الشكل. يعطينا لوجو مزيون في الفقص ديالنا. و نضيف اربعة دبعة لقد ديال زنجلان. و نخلط المكونات. و بالنسبة لدقيق لحسب الخالد. يعني كن نعمل شي دقيق دفعة وحيدة. و نعمله بشوية بشوية. و نضيف الدقيق. و نخلط بهذا الشكل هذا. و بالنسبة لكمية ديال الدقيق اللي يحتاج لي. 650 جرام ديال الدقيق ما يعادل سلك و نصف. و نضيف خمارة الحلويات من فئة ديال ثمانية جرام. و ملعقة صغيرة ديال الخمارة الحلويات. يعني كنعمل خمارة وحدة و ملعقة صغيرة ديال الخمارة الحلويات. و نخلط المكونات ديالي. و نجمع فقط باليد. و نحصل على عجينة اللي تكون عندنا يعني ماشي قاسحة. يعني الخالد ديالنا ميكون شي قاسح بزاف. فقط تكون عندنا العجينة رطبة. بالنسبة للدقيق كيف قد لكم سلك و نصف ديال الدقيق. و كيف يبقى الدقيق على حسب كل نوعية ديال الدقيق. كينا اللي كي يشرب كينا اللي لأ. و كيف ما كتلحتو قسمت العجينة ديالي على جوج ديال الكوريات. و كل جزء أو كل قسم من الكورية كان نقسمه الأجزاء بحل هات الشكل. و كان عملهم على شكل طولي أو حرابل بهات شكل هذا. نعملهم يكونوا متساويين. يعني حربوه اللي يكون عندنا مقد. ماشي جهة يتكون غليطة و جهة تكون رقيقة. و كان عملهم في اللطة اللي عمتلها بابي كويسون. كان دخلوا اللطة جينا الفران على درجة حرارة 180. كان خليوها الطيب النغي من الأسفل يعني كتشمع عنا. آآ الفقص ديالنا و بعد كان نخرجوه. حتى يبردنا شوية و كان نقسموه. يعني كان نقطعوه بالسكين. أنا كان نفضل السكين على المقصين. لانا بالسكين كي يجيونا يعني تقطعك تجي مقدة. و من بعد من اللي قطعتم. بهات الشكل هذا. و كان دخلهم الفرن اللي يكون مساخن على درجة حرارة 80. كان نشغل عليه من الأسفل و من الأعلى. حتى يجينا محمار بهات الشكل هذا. ضروري يجب تقابلوا الفقص ديالكم مزيان. باش ما يتغفل شي عليكم و يجيكم يعني يتحرق لكم ولا شي حاجة. يعني ضروري يجب تبقوا حد الفران و انتم ما كتطيبوا الفقص ديالكم. و كنتمنى إن الإعجاب ديالكم إن شاء الله وتجربوه. صراحة كي يجي رائع و مقرمش بزاف. و إذا أجبكم الفيديو خليو لي لايك و ليكومون تاغوا. تلاقوا مع فيديو جديد إن شاء الله. اشتركوا في القناة